اهلا السلام عليكم سوتي على قانون العاطفة ولا قوانين العاطفة ولا بركتي على البطن ديال موضوع شوائي وجهك هاد الفيديو انا قدي نهضر اليوم على قوانين العاطفة وشن هي قوانين العاطفة قوانين العاطفة هي نظرية جيت بها هدي واحد خمس سنين اكتشفت هاد العلاقات لكي ينمى بالعواطف باش نكتشف هاد العلاقات كان خسنا ندرس النفس ديالي بوحد طريقة مدقاقة جد مدقاقة والطريقة اللي استعملت باش ندرس هاد النظام هاد الجهاز العاطفي ديال الانسان اي انسان عنده جهاز عاطفي والناس كلها تتشبه في تنظيم العاطفة في تنظيم الدمار ديال الانسان انسان واحد ولا لاحظت دماغ ديال الانسان واحد رب حلا لاحظت دماغ ديال الانس كلهم ولما لاحظت هاد العواطف هادو اكتشفت ان كان علاقات مبين هاد العواطف هادو في اللول ما فهمتوالو قاية تلاحظ 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 ما فهمتوا ولو ولكن بعد سواع تزادوا غاية نتيتزادوا سواع وانا تلاحظ حتى بديت نفهم اشنوا واقع اللي لاحظت هو أنه كان في جدرياً كان جوج دي العواطف كان العاطفة دي الخوف وكان العاطفة دي الحب والعاطفة دي الحب والعاطفة دي الخوف منهم تتدرجوا عواطف اخرى بحال دبال العاطفة ديال الخوف تتدرج منها الحزن تتدرج منها الحيقد الحسد هادو كلهم تتدرج من العاطفة ديال الخوف العاطفة ديال الحب تتدرج منها سعادة تتدرج منها سلام تتدرج منها الشكر والرضا تتدرج منها الحب حب النفس تتدرج منها يعني هادو العواطف وهات العواطف هادو العاطفة ديال الحب تنقسم العاطفة الخوف وهو العاطفة الخوف تنقسم العاطفة الحب ولا بغيت المدرجات عن عاطفة الحب تنقسم المدرجات عن العاطفة الخوف والعكس صحيح بقيت نلاحظ بها المسائل و اكتشفت هذه العلاقات و لقيت لها قوانين محددة دول هات العاطفة وهذه النظرية هذه تمكن تستعمل على المستوى تستعمل على مستوى الشخصي وتستعمل على المستوى العالمي والمستوى للنظام بين الدول والنظام المحلي لتعطي للناس سعادة وتجعلهم فرحانين ويعيشوا أحسن والدول المتقدمة فهمين هذه الأمور وتستعملوها في سياساتهم ونحن في المغرب إن شاء الله نرى الناس الذين يفهموا هذه الأمور لتستعمل في المغرب والحب هو سير للنجاح الأمم